تعد السياحة إحدى الأنشطة الاقتصادية التي تحرص دول العالم على تنشيطها ويمتلك العراق العديد من المقاومات السياحية والتاريخية التي تؤهله لتصدر الدول الجاذبة للسياح خارجياً وداخلياً المواطن نظم صيف من محافظة صلاح الدين كسر هذا الجمود الحكومي بفكرة جديدة حظيت بإعجاب حيث ابتكر يختاً نهرياً بهدف تنشيط السياحة ولتقام عليه المناسبات المختلفة ويعد هذا اليخت المتنفس الوحيد في المحافظة بعد إهمال وزارة السياحة للأماكن الترفيهية والسياحية حتى أنه أصبح معلماً سياحياً يأتيه المئات من صلاح الدين وباقي المحافظات جاءت الفكرة لنصيف عندما كان مقيماً في أحدى الدول الأوروبية فأراد نقل تجربة إلى العراق لخدمة بلده وتنشيط السياحة ومحاولة تخفيف نسبة البطالة كنت مسافر خارج العراق بقيت 9 سنوات تقريباً وشفت هذا الموضوع موجود خارج العراق الموضوع السياحي والموضوع إحنا موضوع السياحة أدنى بالعراق شبه معدوم ففكرت بهذا الموضوع أنه إشلو أن أبدي أكون أنا أول البادين تشجيع الشباب وتشجيع الطاقات الموجودة عندنا فبلشت بهذا الموضوع بهذا اليخت والحمد لله أنجزته لكن فكرة صيف لم تقابل بالتشجيع بأي دعم حكومي حيث يقول إن الدعم الحكومي لمثل هذه النشاطات معدوم وغائب دعم حكومي بهيش أعمال ما موجودة لأننا بالعراق ما عندنا موضوع موضوع يخت ومعرفه يشأكو موضوع على القروض الصناعية مثلاً موضوع قروض العقارات البناء الكذا أكوي بس على هذا الموضوع ما أكو دعم حكومي ما والله أتمنى يلتفتون لليش موضوع يعني موضوع تنشيط السياحة بالعراق ويقدم اليخت لرواده جميع المشروبات الساخنة والباردة اليخت ما شاء الله يعني هون شغلة كثيرة وميزة بالعراق يعني أول ما بيطب الضيق ما بدي سميه زبون بيكون بيحس حاله بعالم تاني يعني ويتحدث شريك صيف في صناعة اليخت عن بداية الفكرة وأهميتها الفكرة جدت النظم هو كان عايش بالخارج يشتغل فشاف هذا اليختات وأخذ عنه فكرة فحب ينقل الصورة من الخارج إلى هنا بالعراق لأن تعرف العراق ما بيهيش موضوع ما اليختات أو هذا فحب يسوي هذا الفكرة بطلوعية ويعد اليخت فكرة جديدة لم تطرق من قبل وقد تستتبعها أفكار خلاقة في محافظة صلاح الدين في مجال الاستثمار السياحي وغيره اشتركوا في القناة